بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبناء طلاب وطالبات الصف السادس ابتدائي من معاهد وبرامج التربية الفكرية في درس جديد في مادة التربية البدنية معي أنا الأستاذ ماجد الحميدان درسنا لهذا اليوم سيكون الإرسال من فوق الشبكة في كرة الطائرة في الدرس رقم 4 أبطال تعليمات التعلم عن بعد أبطال حتى نحصل على تعلم عن بعد أبطال بشكل جيد يجب علينا الالتزام بالتعليمات المحددة أولا يجب عليك تجهيز الكتب والأدوات التي تحتاجها أثناء الدرس قبل بداية الدرس يا بطل الاستماع للمعلمة والمعلمة أثناء الدرس بكل تركيز نتابع الدرس حتى ننتهى الوقت المخصص حتى نحصل على الفائدة كاملة يا أبطال فوائد ممارسة النشاط الرياضي تأكد عند ممارسة الرياضة ستحصل على الكثير من الفوائد أهمها رفع مستريقتك القلبي التنفسية تحسين صحة عقلك ومزاجك وأكيد الحفاظ على وزنك الصحي المناسب والوقاية من عدة أمراض كأمراض السمنة والسكر من الدرجة الثانية كفان الله وإياكم شرها ويجعلك قادر على ممارسة جميعا شطك خصوصا الرياضية يا بطل إلى أولياء الأمور الأفاضل نطلب منكم التواجد أثناء فترة البث لتوجيه الأبناء وإرشادهم بما أننا نتكلم عن أهمية ممارسة الرياضة أول تمرين معنا هذا اليوم الجري الخفيف في المكان أولا يا أبطال نتأكد أن المسافة أو المساحة آمنة لممارسة النشاط الرياضي ومرتدين الزي الرياضي لأداء الأنشطة الرياضية جاهزين يا أبطال جري خفيف في المكان تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد نين ثلاثة أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال التمرين الثاني تمني سكوات نفتح القدمين بالتساع الكتفين أوسع قليلا القدمين تشيران للأمام النظر للأمام والنزول ببطئ أبطال والصعود بالبطئ اليدين أمام مقدمة الجسم لحفظ التوازن تمرين جماعة نبتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال ننتقل لتمريل الإطارات وأول تمريم معنا للعضلة الخلفية للفق من خلال مد أحد القدمين سنبدأ بالقدم اليميني أبطال نمد القدم بالشكل هذا الركبة تكون ممدودة ولا تكون مثنية أبطال والنزول والثبات على هذا الوضع لمدة عشر ثوانية أبطال جاهزين مع بعض تمرين جماعة يبتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة غير القدم الأخرى يا أبطال واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع مان تسع عشرة يعطيكم العافية يا أبطال وآخر تمرين معنا يا أبطال للعضلة الأمامية للفخت من خلال سحب القدم اليمين باليد اليومنا والقدم اليسار باليد اليسرى جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة يبتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى يا أبطال واحد نين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية يا أبطال كده نكون انتهينا من أداء التمرين الرياضية تذكر أنه لا يوجد لديك عذر لعدم ممارسة رياضة أدي هنا تمرين جدا بسيطة في مكان جدا بسيط في المنزل يجب عليك الانتزام بأداء التمرين زيادة وقت التمرين التغيير في أداء التمرين التغيير في الأنشطة الرياضية حتى لا تشعر بالملل وأيضا تحسن صحة أقلك ومزاجك تحسن صحة جسمك تحسن صحة قلبك يا بطل وتحافظ على صحتك بعيدا عن الأمراض خلونا نشوف درسنا هذا اليوم يا أبطال الإنسان من فوق الشبكة في كرة الطائرة أولا لازم نعرف في كرة الطائرة هي أحد الألعاب الجماعية وتلعب باليد ويبلغ عدد لعبيها ست لعبي هذا جانب قانوني جدا بسيط يا أبطال أي أن كرة الطائرة يا أبطال تلعب باليد ولكن مو مثل كرة اليد أبطال اللي نستطيع تنطيطها والسيطر عليها مثل كرة السلة لا تكون من خلال ضربها يا أبطال أو تمريرها للزمين بشرط أن لا نستطيع حملها يا أبطال لو يمنع في كرة الطائرة حمل الكرة أو السيطرة عليها باليدين بهذا الشكل يا أبطال يتم ضربها إما بالساعدين أو باليدين من أعلى أو إرسالها مثل ما رح ناخده اليوم يا أبطال وأيضا تستطيع لعبها بأي جزء من أجزاء جسمك ولكن وفق الخطوات الفنية يا أبطال وبشكل فنية أبطال واحترافي يفترض أن تلعب الكرة الطائرة باليد فقط يا أبطال أنواع الإرسال يوجد في كرة الطائرة عدة أنواع للإرسال إرسال من أعلى أبطال بمواجهة الكرة من أعلى أبطال باليد الضاربة مثل ما احنا شايفين في الصورة نين؟ الإرسال من أسفل بمواجهة الكرة بقبضة اليد من أسفل أبطال ويكون بمواجهة الشبكة الإرسال جانب من أسفل مثل الإرسال المواجه من أسفل ولكن يكون أحد الكتفين مواجه للشبكة ويكون شكل الجسم بشكل جانبي أثناء أداء الإرسال من أسفل بقبضة اليد ومواجهة الكرة الإرسال من أعلى الخطوات الفنية الوقوف خلف الخط النهائي للملعب لما نتكلم عن خلف الخط النهائي للملعب هذا في جميع أنواع الإرسال يكون يا أبطال الملعب بالشكل هذا الشبك في النص هنا يكون الملعب مقسم هنا ثلاث لعبين في الأمام ثلاث لعبين في الخلف وهنا ثلاث لعبين في الأمام ثلاث لعبين في الخلف اللاعب المخول بالإرسال دائما اللاعب اللي في مركز واحد هنا يا أبطال يكون يعود للإرسال بشرط ألا تلمس قدميه الخط النهائي للملعب ولو حتى جزء بسيط من أحد القدمين ويكون مواجه للشبكة والكرة باليد الحرة مع ثني الركبتين قليلا يا أبطال يواجه الشبكة يثني الركبتين قليلا يقف خلف الخط النهاي الملعب عرفنا طريقة الوقوف الصحيح نستكمل الآن أداء المهارة يا أبطال اثنين تركيز النظر في المسافة بين ارتفاع الشبكة ومكان توجيه الكرة حتى تصل الكرة بشكل صحيح لملعب الفريق المنافس وتضمن أيضا تسجيل نقطة أو صعوبة صد الكرة من الفريق المنافس يجب عليك أن تمعن النظر في المسافة بين ارتفاع الشبكة ومكان توجيه الكرة ثلاثة رمي الكرة لأعلى فوق أمام الجسم مع رفع الذراع الضاربة بالتزامن يا أبطال اليد الحاملة للكرة يا أبطال ترفع الكرة لأعلى أثناء ثني الركبتين والوقوف خلف الخط النهاي الملعب ومواجهة الشبكة مشاهدة ارتفاع الشبكة والمكان الذي سيوجه لها الكرة أرفع الكرة عاليا وتكون اليد الضاربة تعود للخلف استعدادا لمواجهة الكرة عند أعلى نقطة لها يا أبطال وهذا في النقطة أربعة تضرب الكرة إذا وصلت سرعتها إلى أعلى نقطة مجرد ما أرفع الكرة عاليا فوق مسته الرأس مجرد نزولها أواجهها عند النقطة التي أستطيع ضربها فيها يا أبطال حتى أستطيع ضربها بكل قوة يا أبطال التقدم بخطوة واحدة للأمام لمتابة الحركة وليعطاء الضربة قوة أكبر وللتركيز بشكل أكبر بشرط ألا يكون الدخول يا أبطال داخل الملعب قلنا لا تلمس القدم الملعب حتى تخرج الكرة من يديك يا بطل نشوف هنا نموذج الأستاذ يقف خلف الخط النهائي للملعب وهذا جانب قانوني يا أبطال يواجه الشبكة يرفع الكرة عاليا باليد الحرة يواجهها باليد الضربة عندها أعلى نقطة لها أكيد النظر تجاه الشبكة وملعب الفريق المنافس الأهم أن نلتزم بالجانب القانوني نشوف متابعة حركة بعد ضرب الكرة للأمام حتى يستطيع إيصال الكرة بشكل صحيح ويكون أكثر دقة يا أبطال شرط أن يدخل الملعب بعد خروج الكرة من يده يا أبطال نشوف أيضا يا أبطال نموذج ثاني لأداء المهارة نشوف هنا رفع الكرة عالية ونمواجهتها باليد يا أبطال أكيد كثرة أداء المهارة بالالتزام بالخطوات الفنية رح يجعلك متمكن من أداء المهارة النظر إلا منعب الفريق المنافس وارتفاع الشبكة تركيز النظر يجب أن يكون قبل أداء الإرسال الوقوف خلف الخط النهائي للملعب أيضا مسك الكرة باليد الحرة ورفعها عاليا ومواجهتها باليد الضربة عند وصولها إلى أعلى نقطة لها حتى تستطيع أداء الضربة بشكل صحيح يا أبطال ما ينبغي مراعاة التدرج عند أداء المهارة يفترض أن نؤدي الخطوات الفنية الخمس التي ذكرناها يا أبطال حتى نتقن أداء المهارة استخدام أدوات مناسبة لأداء المهارة وهنا فقط نستخدم كرة طائرة يا أبطال حتى نتقن أداء المهارة أداء المهارة في مكان آمن لمارسة النشاط البدني ما ينفع أن نؤدي المهارة داخل المنازل يا أبطال أكيد حتى لا نكسر الأشياء يفترض أن نؤديها في مكان آمن لأداء المهارة مراجع الدرسنا لهذا اليوم يا أبطال السؤال الأول يبلغ عدد لاعبين كرة طائرة لكل فريق ست لاعبين أم سبع لاعبين يا أبطال إجابة مع بعض أحسنتم ست لاعبين يبلغ عدد لاعبين كرة طائرة لكل فريق السؤال الثاني الفيديو المرفق هو لمهارة الإرسال من أعلى أو أسفل في كرة الطائرة أكيد كلكم أبطال تعرفون أن القانون في كل الإرسال يكون خلف الخط النهائي للملعب لكن هنا الأستاذ أرسل الكرة للأعلى وجهها باليد الضاربة من أعلى فالفيديو المرفق هو لمهارة الإرسال من أحسنتم يا أبطال أعلى في كرة الطائرة يا أبطال في الختام يا أبطال أتمنى أنكم تكونوا استفدتم استمتعتم معنا في تأسنا لهذا اليوم أستودعكم الله الذي لا تضيعوا دائعه في أمان الله